أدوى تواصل مصر فتح معبر رفح البري مع استمرار إغلاقه من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني في هذه الأثناء أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إذا التوقف تام لحرقة السفر وتدفق الوقود من خلال معبر رفح البري إلى قطع غزة وحثت الخارجية الأمريكية إسرائيل على بذل المزيد لسماح باستدامة دخول المساعدات الإنسانية من خلال الجزئين الدنوبية والشمالية بالقطاع مشددة على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يواصل التدهور